أنا عايز أللكم سر مهم جداً يا جماعة وهو إن النرجسي ده مش بالقوة أبداً اللي انتم متخيلينها ولا حتى بالطريقة اللي هو نفسه متخيلها بالعكس هو شخص ضعيف جداً بيعتمد على الآخرين علشان يحصل على الطاقة والإمداد اللي بيعيش بيها في حياته جربي كده تحرمي النرجسي من الإمداد ده وهتعرفي وهتشوفي وقتها قد إيه هو شخص ضعيف جداً ومعندوش أي إمكانية للحياة بطريقة طبيعية زي الناس العادية حتى إن النرجسي ما عندوش هوية خاصة بيه مليان نقطة ضعف وده اللي هيكون موضوعنا في الحلقة دي نقطة ضعف ومهمة جداً يا جماعة إن النرجسي يعني عنده ما بيقدرش يعني على إنه يحلل نفسه أو يدرس نفسه ما بيقدرش يتعرف على نفسه النرجسي بيقدر إنه يحلل أفعالك وكلامك وسلوكك بكل دقة بيعرف يدرسها كويس جداً بيحب يكتشف أخطائك وبيظهر عيوبك وينطقت قراراتك ورغم كده أول ما الموضوع بيكون مرتبط بسلوكه الخاص فهو ما بيشوفش إنه هو عمل أي حاجة هلط ما بيشوفش أي أخطاء في أي تصرف فهو بيعمله أو كلام بيعمله النرجسي بيعتبر نفسه مفيش فيه أي عيوب ومفيش في تصرفاته أي أخطاء ده من وجهة نظره هو أما بالنسبالك أنت فأنت اللي دايماً تحت العينين بالنسباله شاطر جداً في إنه يفسر أي تصرف منك أو كلمة تقوليها بالطريقة اللي تعجبه هو النرجسي بيحافظ دايماً على إنه يكون مركز عليك بيلاحظ أي حركة بتعمليها بيحكم عليها وبيفسرها وده بيعمله علشان يتجنب إنه ينظر لنفسه أو يعترف بأخطاءه أو عيوبه النرجسي عنده نوع من الضعف الذاتي وده أكبر نقطة ضعف عند النرجسي واللي بيكون واقف في طريق إنه يبقى شخص سوي أو شخص طبيعي أو إنه يتغير للأفضل علشان كده من المستحيل إن النرجسي يتغير عن ما هو عليه وإنت كمان لازم تكون متأكدة من كده وما تحاوليش تبزلي أي مجهود في الموضوع ده لأنك هتبقي بتجهدي نفسك على الفاضي أما النقطة اللي بعد كده إن النرجسي بيكره صفة التواضع النرجسي بيرفض حاجة اسمها تواضع بيبص لنفسه على إنه كائن فوق البشر وفوق أي حد التواضع ده جماعة معناه إنه إحنا يكون عندنا اعتراف بالحدود وبالعيوب والأخطاء الشخصية اللي فينا وده شيء مش ممكن النرجسي يعمله أبدا هو مجرد ما بيلاقي نفسه بيتعرض لحاجة زي دي وهي إنه يكون يعني مضطر إنه يبقى متواضع يعني يبدأ يغرب منها بشكل رهيب جدا لأن كبرياءه بيقوله دايما إنه أفضل من كده مئة مرة بيعيش النرجسي دايما في حالة من الخداع والكسب على نفسه بسبب رفضه للتواضع أو إنه يعترف بحدود الغير وده بيخليه النرجسي يعني يعيش في حياة ما فيهاش غير مصلحته الشخصية وبس بالرغم من ظهور النرجسي على إنه واثق من نفسه ومتفوق فإنه دايما بيرتكب أخطاء ما بيعترفش بيها أبدا وبتكون حالته صعبة جدا في حالة مواجهته بالخطأ ده أو أي خطأ هو ارتكبه بسبب حرمانه إنه هو محروم من فوقه يعني فاقد الإحساس بالتواضع اللي بيخليه يعترف بخطأه أما النقطة اللي بعد كده يا جماعة إن النرجسي ما بيقدرش يغفر بسهولة من النادر جدا يا جماعة إن النرجسي يغفر الإهانة أو إنك تكون عملت جريمة في حقه من وجهة نظره هو ويبقول من وجهة نظره لإن النرجسي له نظرة مختلفة عننا كلنا على الأمور يعني وعن أي بشر بيعتبر أي شيء ضد مصلحته جريمة ما بيغفرها لكش أبدا ولا يمكن هيسامحك عليها النرجسي بيميل دايما إنه يفضل شايل جواه الحقد ناحية أي حد يرتكب ناحيته أي خطأ أو إهانة في حقه بيعتبر ده جرح لا يختفر وبيتمسك به لفترات طويلة بيفضل عينه جواه كده وما بيقدرش يهضمه إنه يعني ينسى حاجة زي كده لا هو بيعين كل تصرف ما يعجبوش منك معاه أو إنك انت انت قطيه أو أي تصرف بيخلي نرجسي يبقى في موقف إنه هو خطأ إنه هو أخطأ الموضوع ده طبعا ما بيقتصرش على إنه يغضب منك بس ولكن بيخطط كمان للانتقام الفكرة الأساسية اللي عند النرجسي أو اللي هو عايش بيها هي اللي هي بيقول عليها العين بالعين دايما النرجسي بيسعى لإنه يخليك تشعوري بالألم اللي بيعتقد إن انت خلتيه يحس به وخلي بالك إن النرجسي ما عندوش أي نوع من الضمير أو العدالة في حالة الانتقام منك يعني يعني هو ما بيبقاش عنده عدالة كده إنه ينتقم بطريقة يعني يعني فيها كده نوع من العدل بالنسبالك يعني على قد اللي انت عملتيه اللي هو شايف إن انت زعلتي فيه أو ديئتيه ولكن للأسف بيكون انتقامه منك فظيع جدا وشديد وقاسي علشان يرضي نفسه وغروره وإحساسه بسيطرته عليك حتى لو النرجسي قدر ينتقم منك وبيسبب ليك في ألم بسبب جريمتك نحيته اللي هو بيعتقدها يعني فبيفضل النرجسي برضو عايش بالحقدة ده وعدم الرضا نحيتك وما بيرضاش أبدا مهما عملتي معاه ومهما حصل بعد كده النقطة اللي بعد كده إن النرجسي ما عندوش القدرة على إنه يعمل علاقات حقيقية وطبيعية بالرغم من إن النرجسي بيسعى دايما للسيطرة والتحكم في الآخرين إلا إنه ما بيقدرش على إنه يبني علاقات فيها كده عمق أو عاطفة حقيقية بسبب إنه ما عندوش القدرة أصلا على التواصل بطريقة صحيحة أو صادقة ما عندوش كمان القدرة على التعاطف أو الاهتمام بمشاعر الشخص اللي بتعامل معاه الحاجات دي أو الصفات دي بيعتبرها النرجسي حاجات غريبة جدا بسبب إنه بيركز بشكل جنوني على نفسه وعلى احتياجاته الشخصية وبسبب ده فهو بيعاني من صعوبة جديدة جدا في إنه يبني علاقة حقيقية وطبيعية والموضوع ده جماعة بيعتبر نقطة ضعف خطيرة جدا في شخصية النرجسي أما النقطة اللي بعد كده إن النرجسي بيعتبر نفسه دايما هو الضحية بالرغم من إن النرجسي هو اللي بيبدأ المشاكل هو اللي بيعمل تصرفات فيها دايما مشاكل وصراعات وأزل كل اللي حواليه إلا إنه بيعتبر نفسه دايما هو الضحية وعنده قدرة رهيبة جدا على إنه يحرف الحقيقة بطريقة تخليه دايما هو الضحية النرجسي بيقدر يلاقي أدلة وتفسيرات على أي حاجة هو بيدعيها يعني أو بيجذب فيها وبيتلاعب بشكل زاكي جدا بالحقيق بشكل أنت مش ممكن حتقدر تقوميه وده بيخليه يقدر يتجنب المسئولية عن تصرفاته ويحصل كمان في الوقت نفسه على تعاطف الآخرين معه وبيخليهم يحسوا بالذنب ناحيته النرجسي يا جماعة شخص صعب جدا إنك تستوعبه أو تتعامل معه بيتسبب في مقدار من الألم الرهيب جدا والأزل الآخرين بشكل لا يمكن تصوره من أكتر الحاجات اللي بتميزه هي إنه بيكون عنده كبرياء مع غرور رهيب جدا وهو ما بيعترفش أبدا بالحقيقة ولا عنده القدرة حتى على إنه يتغير في الوقت اللي انت بتقدر تاخد بالك من الصفات دي في النرجسي إلا إنه هو نفسه ما بيكونش قادر على إنه ياخد باله منها أو يتعامل معها يعني بالطريقة الصحيحة النرجسي بيجذبك لواقع مشوه عن طريق التلاعب بمشاعرك وتصوراتك وأفكارك بيخليك تشعور بإنك مشفق عليه وبتبقي عايزة دايما محتاجة إنك تساعديه وتلومي نفسك جدا على أي مشاكل من النرجسي طريقة رهيبة جدا في تلاعب النرجسي بالناس وبأفكارهم الموضوع دا يا جماعة بيكون مرهق جدا ومتعب لإنك بتقضي حياتك كلها بنفس الشكل ده هو يغلط ويسقلك وفي نفس الوقت يصعب عليك تبقي عايزة تقف جنبه وتساعديه النرجسي الغريب دا يا جماعة دايما بيحمل الآخرين أي أخطاء هو بيعملها وأي مشاكل هو بيمر بيها ما تكونش بسببه ولكن بتكون بسبب أي شيء تاني أو أي شخص تاني لازم يكون في حد موجود في الدنيا دي علشان يتحمل مسئولية أخطاء النرجسي دايما النرجسي معتقد أنه بيتعامل بطريقة فيها ظلم وأنه دايما مظلوم على طول الخط والموضوع دا يا جماعة مفيش أمل أبدا في أنه يتغير جواه وده اللي بيخلي النرجسي يفضل زي ما هو بدون أي تغيير أو علاج خليك فاكر أن النرجسي مش بالأول اللي بيكون ظاهر بيها ولا بيكون شايفة أو اللي بيكون شايفة في نفسه يعني ولكن هو بيرسم صورة مزيفة لشكله بيكون محتاج لك بشكل قوي جدا علشان يقدر يحافظ على الصورة دي معتمد النرجسي دايما وجدا على الآخرين علشان يحصل على الإمداد ويقدر يحافظ على صورته المزيفة اللي مسيرها في يوم من الأيام تسقط وتتكشف وتتعرف حياته